من جهتها أكدت الجزائر الاثنين التزامها وتمسكها بموقفها دعم للقضية الفلسطينية واعتبارها القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي أذكر وزير شؤون الدنيا والأوقاف الجزائري يوسف بالمهدي في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أشغال القمة التشورية لعلماء العالم الإسلامي في إسطنبول التركية بجهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية ممثلة في مساعر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأعلاء صوت القضية في المنابر الدولية لسيما بعد نيل الجزائر العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن فضلا عن عقد مؤتبر لم الشمل للفصائل الفلسطينية والذي أفضى إلى تبني أعلان الجزائر في أكتوبر 2022 رئيس الجمهورية رفع صقف التحدي عاليا بمطالبته الموضية في مصار إدانة الكيان الصهيوني على المستوى الدولي لارتكابه جرائم إبادة ومجازر ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين ما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة أبان عن وجه آخر لعالم اليوم عالم غيبت فيه معالم الإنسانية عمدا ندعو إلى ضرورة تكاثف جهود علماء الأمة من أجل مواجهة الدعاية الصهيونية التي تحاول طمس حقيقة ما يحدث ترجمة نانسي قنقر